استقبلت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم رئيس وفد الاتحاد الأوروبية بمصر السفير كريستيان بيرجر وذلك لبحث تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر ودول الاتحاد الأوروبية خاصة في ظل جائحة كورونا وأكدت الوزيرة خلال لقاء أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين الشعوب وجسراً لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة من جانبه أشاد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأنه يشيد باستنافى الأنشطة الإبداعية في مصر وفق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وخلال اللقاء أهدت الوزيرة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي مجموعة من إصدارات الوزارة وجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متحفنا الذي يضم أعمال مجموعة كبيرة من رواد الفن التشكيلي الأوروبية والذين عاشوا في مصر وتأثروا بها